تفقد وزير الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الشيري في الشيربينيا اللمسات النهائية للاستعدادات التنجيرية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية وذلك لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في الفترة من الرابع حتى الثامن من شهر نوفمبر أكد المؤتمرين حرص الدولة على التنظيم والإخراج الجيد للمنتدى الحضري العالمي والذي يعد ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي حيث يتم التعاون بين الوزرات والجهات المعنية بالدولة لتنظيم المنتدى لإظهار الوجه الحضري للدولة المصرية وتحقيق أعلى استفادة من هذا الحدث العالمي استضافة المؤتمر الكبير المنتدى للحضري العالمي بنسخته للتنشر الحقيقة اللي احنا بنشره طبعا الدولة المصرية التنشر في الحقيقة باستضافته في أي أرض القاهرة العاصمة طبعا التاريخية للدولة المصرية والحقيقة يمكن النهاردة تبعنا موقف الجاهزية من ناحية الاستعداد فيما يخص التسجيل وإحنا وصل عدد المسجلين دلوقتي حوالي 28 ألف مسجل وده الحقيقة إقبال كبير جدا بالإضافة لتأكيد عدد كبير جدا من الشخصيات الهمة من الرؤساء ورؤساء مجالس الوزراء وحوالي عدد 75 وزير هيبقى حاضر معانا المنتدى إن شاء الله في إقبال الحياة كبير جدا يمكن بالمقارنة بالنسخ السابقة من هذا المؤتمر الحياة إحنا الحمد لله رب العالمين في إقبال يعني غير مسبوق حصل المرة دي في النسخة الـ 12 اللي احنا بنشره طبعا أو بتشره في الدولة المصرية باستضافته شكرا